رئيس عطفتاح السيسي ألقى كلمة في افتتاح النسخة الثانية عشر من المنتدى الحضر العالمي اللي عقد بمركز المنارة لمؤتمرات الدولية رئيس اتكلم عن أهمية تبادل الخبرات لمواجهة التحديات الحضرية الراهنة أيضا ضرورة تكاتف الجهود الدولية لإيجاد حلول مبتكرة لقضايا التنمية الحضرية أيضا سات الرئيس اتكلم عن إنجازات مصر في مجالات العمران والتنمية المستدامة زي مبادرة حياة كريمة كمان أعلن عن إطلاق الاستراتيجية الوطنية للمدن الذكية والاستراتيجية الوطنية للتحضر للأخضر وأكيدا على أهمية الشراكة بابين جميع الفاعلين لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بسم الله الرحمن الرحيم أصحاب الفخامة والمعالي رؤساء الدول والحكومات السيدة أنا كوليديا روسباخ المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية السيدات والسادة ورحب بكم جميعا على أرض مصر وفي عاصمتها القاهرة التي تم تأسيسها منذ أكثر من ألف عام لتكون واحدة من أهم الحواضر وعرق عواصم العالم مما كان دافعا لاختيارها لإحتضان النسخة الثانية عشر من المنتدى الحضري العالمي بهدف تبادل الخبرات والتعرف على أفضل الممارسات حول قضايا التنمية الحضرية بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتطوير أساليب بناء مدن أفضل لتحسين حياة ملايين من البشر لا سيما في ضغم تشهد المدن والتغمعات السكنية من تحديات غير مسبوقة تتعلق بالنمو السكان السريع وتغير المناخ ونضرة المياه والتنمية المستدامة وفقدان المسكن وتوفير التمويل اللازم وهم يتطلب تضافر جميع الجهود الدولية لإيجاد حلول مبتكرة وفعالة لمواجهتها الحضور الكريم تأتي هذه النسخة من المنتدى في وقت حاسم يواجه فيه العالم أزمات دولية متلاحقة وحروبا لها تداعيات مدمرة على المدن والتجمعات السكنية وعلى كل مناح الحياة فيها وهو ما يستدعي حجد الجهود والإرادة السياسية لإحلال السلام ووقف النزاعات والصراعات وتركيز الجهود على مجالات التنمية وإعادة الإعمار والبناء إذ يستحيل البدء في أي خطوات جادة لمواجهة التحديات الحضرية في مجتمعات تعاني من الحروب والاقتتال والنزوح والمجاعة والمرض ولعل ما تشهد منطقة الشرق الأوسط من حروب وصراعات خاصة الحرب الدائرة في قطاع غزة ولبنان خير مثال على الخسائر الفادحة التي تتكبدها الدول جراء إعلاء صوت الحرب والصراع على حساب السلام والاستقرار إن المعاناة اليومية التي تعيشها شعوب تلك الدول تتطلب استجابة فورية وفعالة لوقف نزيف الدماء والضمار والشروع في البناء والتنمية وتحرص مصر دائما على تقديم كل سوى للدعم لأشقائها لوقف العنف وتخفيف حدة التداعيات الإنسانية والاقتصادية والاجتماعية المترتبة عليه السيدات والسادة رغم ما يحيد بنا من أزمات حققت مصر في السنوات الماضية إنجازات كبيرة في مجالات العمران والتنمية الحضرية بما يخدم أهداف الاستراتيجية الوطنية رؤية مصر 2030 حيث تم تنفيذ مبادرات ومشاريع ضخمة على رأسها مبادرة حياة كريمة لتطوير الريف المصري والمناطق العشوائية ومبادرة تكافل وكرامة لدعم الأسر الفقيرة والأكثر احتياجا ومبادرة سكهة لكل المصريين التي تعد أكبر مشروع إسكان اجتماعي موجه لمحدود الدخل في مصر والعالم بأسره كما قامت مصر بإنشاء جيل جديد من المدن يتبنى معين للإستدامة والزكاة الرقمية على رأسها العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العالمين الجديدة بمن سنتين وعشرين مدينة أخرى تم بناؤها بشكل متزامن في مختلف محافظات الجمهورية إلى جانب تدشين مشروعات لتطوير العشوائيات والمناطق غير المخططة وغير الآمنة فضلا عن تحديث وسائل النقل والمواصلات واسمحوا لي بهذه المناسبة أن أعلن عن إطلاق الاستراتيجية الوطنية للمدن الزكية والاستراتيجية الوطنية للتحضر الأخضر الهادفتين إلى تعزيز الهود الوطنية القائمة في مجالات التحضر استنادا إلى المعير الدولية للاستدامة والشراكة السادة الحضور يمثل المنتدى الحضري العالمي منصة مثالية لتدشين حوار مسمر وفعال بين جميع الفاعلين المعنيين حول كيفية تحسين أوضاع التجمعات البشرية وتعزيز التنمية الحضرية وتطلب هذا الأمر مشاركة فعالة من كل الأطراف المعنية من المجتمعات المحلية والمنظمات الدولية والقطاع الخاص والمجتمع المدني والجامعات لعقد شراكات وصياغة سياسات واستراتيجيات تعكس احتياجات وتطلعات الشعوب في حياة كريمة ومستقبل أفضل وقبل أن أختتم كلماتي أعرب عن تطلعي إلى أن يكون هذا المنتدى خطوة مهمة على طريق تنفيذ الأجندة لحضرية الجديدة وتعزيز الشراكات الدولية من أجل حلول مبتكرة وتوصيات عملية تسهم في مواجهة تحديات التنمية الحضرية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة أشكركم جميعا وأتمنى لكم التوفيق والسداد في أعمال المنتدى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته